فضيل الام الاحد ابنها احنا عاوزين العملية دي يعني سيدنا النبي بنبع عليها ويوم اتكلم عليها علماء النفسي دلوقتي ان انت متفضل ابن على ابن قدامه كده بتعمل له عقدة بتعمل له مشكلة فانت وانت من المصلحة ان تسبب مشكلة عند ابنك لما يكبر مش هيبرك لانها يفتكر المعاملة والفارق في المعاملة اللي انت كنت بتعملها فانا ادعو كل ابن وكل ام ان لا تفرق بقدر المستطاع في معاملة ابنائهم او بالذات الامهات الام لان الولد عنده الام دي هي المعيار عنده امه دي هي كل حاجة الولد والبنت يعني فانا مش عاوز الامات يفرقوا في المعاملة لو هي بتميل له واحد شوية حاول تخفي الميل ده زي ما سيدنا عقوب كان بيعمل مع سيدنا يوسف كده ما هدانا المسأل عشان كده فاحنا مش عاوزين ان احنا نفرق في المعاملة بين الابناء عامليهم زي ده ابنك وده ابنك ولا تدرين لعلك تحسنين الى احدهم وعندما يقبر يتنقر لهذا الجميع وعندما او ايضا لعلك تسيئين او تقلل المعاملة مع الاخر وعلى الله يكون هو البار بك عندما تقبرين وتحتاجين اليه فاحنا سيدنا نفسكم اتقوا الله وعدينوا بين ابنائكم وده احسن فحضرتك نعمل كده وبنقول ايوه بقيت السؤال بتاعها ان في اباء وامهات بيكون هما سبب للعقوق فتلاقي ام ممكن تكون شديدة اللسان او اب كثير الضرب او الازاء للاولاد او بيؤمر ابنه بمعصية او الام بتعمل كده يبقى انت كده كأنك بتقول للولد اعصيني كأنك بتقول للولد عقيني كأنك بتقول للسيء اسئ الي فاحنا بنقول اياكم ايها الاباء والامهات ان تعقوا اولادكم فيكون ذلك سببا في عقوق ابنائكم لكم فبروا ابنائكم حتى يبركم او بروا ابنائكم حتى يبركم هؤلاء الابناء في هذا الوقت وعندما تقبلون ايضا اشتركوا في القناة